والآن مشاهدين نتابع الأحوال الجوية أحوال التقس والمناخ مع مصطفى ميزار في وقفة ثالثة إليك مصطفى شكرا جزيلا هيب حسين وشكرا أيضا إمام منصور أهلا بكم جميل مشاهدين الكرام في جولتنا وفي محطتنا الثالثة والأخيرة نستعرض فيها أحوال التقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله يتوقع خبراء هيئة الأخصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء تقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتاد للحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد بينما يسود تقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية نبدأ هذه الدرجات من القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 28 درجة والصغر 22 ويكون الجو فيها مائل للحرارة في الأسكندرية 27-19 يكون الجو فيها معتدل في مطروح 25-18 يكون الجو فيها معتدل في برسعيد 27-20 مائل للحرارة في الإسماعيلية 29-21 يكون الجو فيها مائل للحرارة أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 28 درجة والصغر 22 يكون الجو فيها مائل للحرارة في العريش 27-18 يكون الجو فيها مائل للحرارة في طابة 29-20 الجو فيها يكون حار في شرم الشيخ 32-23 يكون الجو حار في الغرداقة 33-23 يكون الجو فيها حار أما عن محافظة الأكسر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 34 درجة والصغر 21 درجة ويكون الجو فيها حار في أسوان 35 درجة والصغر 22 يكون الجو فيها حار في الواد الجديد 32-17 يكون الجو حار في شلاتين 33-24 يكون الجو حار وأخيرا في حلايب 30-25 ويكون الجو فيها حار والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة